حدثنا هيثم بن خارجة قال حدثنا محمد بن أيوب بن ميسر تابن حلبصن قال سمعت أبي سمع خريم بن فاتك الأسدي يقول أهل الشام صوت الله في الأرض ينتقم بهم ممن يشاء كيف يشاء وحرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم ولن يموتوا إلا همًا أو غيظًا أو حزنًا حدثنا هيثم بن خارجة قال حدثنا طياف الإسكندراني عن أبن شراحيل بن بوكيل عن أبيه شراحبيل قال قلت لابن عمر إن لي أرحى من بمصر يتخذون من هذه الأعناب قال وفعل ذلك أحد من المسلمين قال قلت نعم قال لا تكونوا بمنزلة اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها قال قلت ما تقول في رجل إن أخذ عنقودا فعصره فشربه قال لا بأس فلما نزلت قال ما حل شربه حل بيعه قال حدثنا هيثم قال حدثنا عبد الله بن ميموء الأشعري عن العلاء بن الحريث عن مكحول رفعه قال أيما شجرة أظلت على قومين فصاحبه بالخيار من قطع ما أظل أو أكل ثمارها قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثني المنكدر بن محمد يعني ابن المنكدر عن أبيه عن عبد الرحمن بن عثمان للتيمي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما في السوق يوم العيد ينظر والناس يمرون قال حدثنا هاشم عن أبن أبي ذئب ويزيد قال أخبرنا أبن أبي ذئب عن سعيدي بن خالد عن سعيدي بن المسيبي عن عبد الرحمن بن عثمان قال ذكر طبيب الدواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الضفدع تكون في الدواء فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها قال حدثنا سريج وهارون قال حدثنا أبن 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 عن عمري بن الحريث عن بكيري بن الأشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطي بن عن عبد الرحمن بن عثمان للتيمي قال حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج وقال هارون في حديثه عمرو بن الحريث قال عبد الله وسمعته أنا من هارون سنعال سنان سنان سنعال سنبلي